كشف محمد عبد النبوي رئيس نياب العامة أن عدد طلبات المقدمة بخصوص زواج القاصرات للمحاكمة سنة 2018 بلغ 33686 طلبا مشيرا إلى أن طلبات الإذن بزواج القاصرات في تزيود مهول إذا تتقاطر على المحاكمة المغربية عشرات الطلبات بشكل مستمر ويومي وأكد عبد النبوي خلال اللقاء الدراسي حول زواج القاصرات الذي انعقد يوم أمس الثلاثة بمدينة مراكوش أن هذا التزيود الكثيف لطلبات الإذن بزواج القاصرات يشكل تهديدا كبيرا للطفولة وأصبح يثير القلق ويستدعي وقفة جدية للتأمل والمراجعة كونه لا شك في تماث مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التلمية الشاملة وبناء المجتمع الديمقراطي الحديث وكشف الوكيل العام للمالك لدى محكمة النقدان رئاسة نياب العامة واعية تمام الوعي بخطورة هذه المسألة وعملت على إصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم عشرين المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها للسادة أعضاء نياب العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل حدهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلة للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة وزاد المتحدث ليؤكد أن نياب العامة ستعمل على معارضة كافة الطلبات التي لا تراعي المصلحة العليا للقاصر لكون القاصر لا يمكنها أن تعي بشكل جيد للأضرار والسلبيات التي ستترتب عن الزواج المبكر ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تحمل مسؤولية الزواج قائلا قد تتفقى متبعات حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولا عن تربية طفل من صلبها وأشار في ذات السياق أن مكان القاصر الطبيعي ومقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيدا عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام ومسؤولية هي في غينا عنها وغير قادرة لا تحمل عبئها الثقيل في سن مبكرة ودعا ابن نبوي أعضاني بالعامة إلى ضرورة استحضار المصلحة الفضة للقاصر في دراسة طلبات لإدم الزواج والتمسك بجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأدران التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعية والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر